اشتركوا في القناة ان اللقاح الشركة في فايزر وبينتك امين وفعل تؤكد المعلومات التي اصدرت ادارة القذاء والدواء امريكية هذا الصباح وتعطي المزيد من التفاصيل بان اللقاح الذي طوره شركة في فايزر وبينتك فعل بنسبة 95% في الوقاية من مرض كوفيت 19 لذا فهذه اخبار جيدة جدا لكن لتجنب اي اثار جانبية محتملات اخذت هيئة الصحة الوطنية في الان كترة اجرعت تحت الوذية باعدم اقطاء اللقاح لمن يعلون من تاريخ مرضية تتعلك بالحساسية الشديدة حالتان وجه جاء بعد ان ظهرت في بيتانيا حالتان اصابة برد فعل تحسس ممن تعلق اللقاح وبالفاعل فان الشبكة السين بيسي نقلت عن مشاركين في التجارب اللقاح شريكة في فايزر وبينتك انهم معلوا اعراض شديدة بعد جلعة الثانية الاعراض تفاوضت بين سداع والتعب وكشعريرا واثار اخرى مشابهة لاعراض كوفيت نينتين الخفيفة لكن رغم ذلك فان ادارة القذاء والدواء امريكية اكدت عدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة قد تأخذون الصريح ترخيصا للقاح وعلي تجتمل الادارة غدا الخميس لاتخاذ القرار بشأن استخدام اللقاح في فايزر وبينتك اعتقد انهم اتوقع اجتماعا مكثفا للغاية مع اللجنة المششرين فهؤلاء الكبراء ستروحون كثيرا من الاسئلة ولدينا اجابات سترد على كل السؤال واعتقد انهم سصوتون بناءا في ضوء قوة البنات والامر متروك لادارة القذاء والدواء لانهاء العملية يجب ان يأخذ كثيرا من الوقت الذي يحتاجون اليه لشعور البراهة عشر حكائك عن لقاحة فيروس كورونا كوفيت نينتين اولا اللقاح هو الحل الامثال باذن الله للقضاء على الفيروس كورونا ثانيا تعمل اللقاحات على تحفيز المناعة للجسم ليكافه الامراض على نحو اسرى اكثر فاعلية ثالثا الدعم غير المسبوق ليبحث تطوير في مختلف الدول ومبادرة الاف الاف الافراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في انجاز المراهل الاختبار ولوصول الى نتائج سريعة وفاعلة رابعا جميع اللقاحات التي تحت الدراسة او التي تم فصح لها حتى الان لا تحوي فيروش نشط وبالتالي لا يمكن ان تشبي بالمرض خامسا من بين اشرى اللقاحات مرشحة وصلت حتى الان سبع اللقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادسا في فترة التجارب لم تظهر اي اعراض خطرة لهذه اللقاحات سابعا تخضع جميع اللقاحات الى اختبارات مشددة قبل موافقة على استخدامها ولا يتم التسجيل او توزيعها اللقاح في المملكة الا وفق اعلى معايير الجودة والامن سامنا اصد اللقاح ماية لك ولمجتمعك تاسعا الاثار جانبية بعد اللقاح طفيفة وتزول بسرعة مثل ارتفاع الدرجة الحرارة ولا تختلف عن بطية اللقاحات عاشرا جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الحمض النواوي هذا كل ما لدينا المشاهدين نشكر لكم كريم المتابعة الى اللقاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة